بين كبار العالم وفي انتصار بين للدبلوماسية الجزائرية التي لطالما رمت بثقلها لحل العديد من القضايا العالقة في العالم ستكون عهدة الجزائر في مجلس الأمن الدولي بداية من جنفل قادم واحدة من بين المحطات المهمة والمعول عليها عربيا وإفريقيا خاصة في ظل تطورات ومتغيرات بات يموج بها العالم وستعمل الجزائر داخل قبة مجلس الأمن الدولي على تعزيز التسوية السلمية للأزمات وتوطيذ شراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية وكذا تعزيز مكانة المرأة والشباب في مصارات السلم إلى جانب العمل على إضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب ويدرك القريب والبعيد مكانة مجلس الأمن داخل هيئة الأمم المتحدة حيث ستحرص الجزائر خلال عهدتها الرابعة على إسماع صوت الدول العربية والإفريقية كما ستعمل على الدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات هذه الهيئة الأممية ويعد انتخاب الدول لعضوية مجلس الأمن مؤشرا حقيقيا على نجاعة الدبلوماسية الجزائرية إذ يعكس الانجازات الدبلوماسية والتاريخية للدولة وجاهزيتها لتحمل المسئولية الدولية والدعم الذي تحظى به من الدول الأعضاء الأخرى في هيئة الأمم المتحدة وبعد انتخابها لمدة عامين رفقة أربع دول من مختلف قارات العالم في مجلس الأمن الدولي ستسعى الجزائر إلى التسويق لتوجهات السياسة الخارجية الخاصة بها حيث تأتي القضية الفلسطينية والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء على رأس هذه الملفات ترجمة نانسي قنقر